اشتركوا في القناة ماس عموما الجافا سكريبت زكية جدا جدا في الرياضة نفس الرياضة والجبر والحاجات اللي انت بتشوفها في الرياضة الجافا سكريبت بتستعملها بالنص ما فيش اي اختلاف لكن طبعا بمعايير مختلفة وبشغل مختلف وهنشوفه ان شاء الله في الكورس كامل بإذن الله طيب نتكلم عن العلامات اللي احنا نستخدمها واصلا احنا نستخدمنا منها في الدروس الفاتت شوية لكن ما شرحناش بالتفصيل الممل تعالوا نشوف اول حاجة عندنا وهي الادشن اللي هي الجمعة الجمعة اللي نشوفه في كل مكان اما اجي اعمل فار مثلا اكس بي ساوي مية ده الرقم واي بتساوي ميتين دول اتنين فاريبل عاديين جدا اكس بتساوي مية واي بتساوي ميتين وممكن اجي هنا احط فاريبل ثالت اقول له مثلا زد بيساوي بيساوي ايه اكس زائد واي ايه اللي حصل هنا ايه الاكس وايه الواي الاكس مية والواي ميتين يعني انا هنا باقول له زد تساوي مية زائد متين طب لما انا اشتغل في الماس وفي الرياضة بصفة عمع مية زائد متين تساوي كم تساوي تلتمية هو ده اللي بيحسن دلوقتي ما فيش اي اختلاف طيب تعال نقول له document dot get element by عشان ايه الناس تتعود عليها id test dot inner html بيساوي زد جوة inner html الخاص بالألمنت اللي الدف بتاعه اسمه تست هحط زد زد ده اللي هو المتغير ده اللي هو بيساوي اكس زائد واي زد ده يا جميع بيساوي مية زائد متين الزد ده اللي هو مفروض دلوقتي يطلع لي رقم تلتمية تعال نشوف تلتمية مزبوط هو عملي دلوقتي هو جمعهم ده الادشن الادشن اللي هو حاجة زائد حاجة رقم زائد رقم مية زائد متين يساوي تلتمية طيب الف زائد مية وخمسين مثلا اكتب هنا الف زائد مية وخمسين مفروض يساوي كم الف مية وخمسين الشكل ده تعال نشوف الف مية وخمسين نفس اللي انت بتعمله في الجمع هو بيعمله هنا تعال نشوف عشرين زائد تلاتين يساوي خمسين مية زائد تلتمية يساوي ربع مية نفس يا جماعة اللي انت بتعمله بالزبط في الجمع والطرح والحاجات الخاصة بالماس والرياضة هو الجافا سكريبت بتعملها طيب تعالوا نشوف خلصنا تعالوا ندخل على اللي هو الطرح نفس الموضوع مش هعمل اي حاجة جديدة غير ان انا هعمله علامة ناقص يبقى الف ناقص مية وخمسين يساوي تمنمية وخمسين اللي هي دي تعالوا نشوف تمنمية وخمسين اهو تسعمية ناقص مية يساوي تمنمية طيب تسعمية ناقص متين يساوي سبعمية تسعمية ناقص مية وسبعتاشر سبعمية تلاتة وتمانين زي ما نشايفين طيب دلوقتي علفنا الجمع والطرح طيب في الدرس يا جماعة الخاص بالكونكاتينيشن اتكلمنا عن ان انا لما حط مع نمبر بيحول لي النمبر لسترينج يعني ايه الكلام ده يعني هجيت قلت له اكس بتساوي اسامة تعالوا نشير التعليق ده اشو محدش يتلغبط ونشوف اكس بيساوي اسامة وي بيساوي مية وخمسين انا دلوقتي بقول له اسامة ناقص مية وخمسين هل ده ده غير منطقي الكلام ده ما ينفعش اقول له سترينج ناقص نمبر طب معناه ايه الكلام ده يعني هو ده معناه ايه او خلينا اقول له زائد لو انا قلت له زائد هيحصل ايه هيجيب لي اسامة ويحط لي جنبها رقم مية وخمسين تعالوا نشوف بيعمل كونكاتينيشن عادي جدا اسامة وجنبه رقم مية وخمسين ايه اللي حصل هنا اللي حصل هنا انه عملي كده بالزبط اسامة وعملي علامة كونكاتينيشن جنبها وحط لي الرقم جوا سترينج حول لي الرقم سترينج اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل الممل في الدرس اللي اسمه كونكاتينيشن عشان لو حد ما شافوش ومش فاهم النقطة دي طيب تعالوا نقول له بقى المرة دي ناقص هقول له سترينج ناقص نمبر ده غير منطقي مفعش هقول له سترينج ناقص نمبر هيقول لي ان اي ان ان اي ان يا جماعة معناها نوت اي نمبر يعني بيقول لي ده مش رقم عشان تعمل عليه العملية الحسابية دي يعني بيقول لي اسامة ده مش رقم انما لما اقول له تمنمية كده يختلف الوضع يجيب لي النتيجة تمنمية ناقص مئة وخمسين يساوي ستة مئة وخمسين انما اقول له اسم ناقص رقم يقول لي ان اي ان عشان الناس تعرف معنا ان اي ان اللي هي نوت اي نمبر ان ده بيقول لك ده مش رقم فما ينفعش تطبق عليه الكلام ده طيب ندخل على اللي بعدها وهي الديفجن الديفجن يا جماعة اللي هو الاسمة لما اقول له الف على مئة وخمسين يدين كم تعالوا نشوف ريلود يدين ستة الستات دي كلها تعالوا نجيب رقم طيب مثلا زي المية الف على المية بيساوي كم بيساوي عشرة طب الف على الميتين بيساوي خمسة شايفين دي علامة الاسمة العادية جماعة فهاش اي اختلاف خالص علامة الاسمة طيب عرفنا الجامع والسابتراكشن اللي هو العلام الناقص اللي هو اه حاجة ناقص حاجة والجامع حاجة زائد حاجة والديفجن الحساب اللي احنا دلسناه في المدرسة اللي هو حاجة على حاجة فضلنا الملتيبليكيشن اللي هو الدرب لما اجا اقوله الف في متين اللي هي النجمة النجمة يا جماعة هي الدرب الف في متين طبعا بيساوي متين الف اهو شايفين طيب اقوله الف في عشرين يساوي طبعا عشرين الف مزبوط الف في اتنين بقى الفين اهو طيب دي علامة الاسمة اه علامة اسف الضرب مفيقاش اي اختلاف جمع وطرح واسمة وضرب نفس الحساب يا جماعة ما فيوش اي اختلاف اللي انا شايفين قدامكم ده هو هو الحساب طيب هنيجي عند علامة اه اللي اسمها الموديوليشن دي ممكن تكون معقدة شوية او بمعنى صح متقدمة شوية بس لو ركشتوا معي هتفهموها جدا هي ممكن 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 تكمل بقية حياتك من غير ما تستخدمها وممكن اصلا صعب جدا انت تستخدمها لكن لازم طبعا تكون فاهمها واعرف معناها علامة الموديوليشن يا جماعة اللي هي زي بالزبط زي بالزبط علامة الاسمة لكن اللي هي بتكتب علامة في المية اللي هي دي طيب العلامة دي معناها ايه العلامة دي لو تسمعوا زمانينا وكونا بنتكلم في الجامعة والطرح والاسمة والكلام ده هنقول لك يقسم حاجة يقول لك ومعنا الواحد معنا الواحد ده اللي هو بيسموه الحاجة اللي بقية بعد العملية الحسابية دي طيب هندي مثال عشان نفهم الكلام ده لو جيت قلت له عشرين اكس بيساوي عشرين واي بيساوي اتنين طيب بلاش الموضوع يكون بمتغيرات عشان الناس تركز فيها كفاء علي اقول له اكس بيساوي عشرين وعلامة الموديول اتنين يعني عشرين كينك بتقول له عشرين على اتنين تعالوا نشوف النتيجة هدده لنا كام ونبدأ نشرح الموضوع ده سفر هدداني سفر ليه سفر الرقم المفروض باقي من العملية الحسابية سفر ليه لان ما فيش حاجة باقي فعلا الناتج بتاع الاسمة اسمة العشرين على الاتنين بيساوي عشرة يعني اتنين في عشرة بعشرين اللي هو الرقم ده ما فيش ارقام باقي يعني السفر باقي طب تعالوا نقول له واحد وعشرين واشوف الرقم هنطلع كام طلع واحد ليه طلع واحد يا جماعة تعالوا نشوف ليه الواحد وعشرين دي اقرب رقم يقبل الاسمة على اتنين كام عشرين نقسم العشرين على اتنين هيدونا نقسم عشرين على اتنين يدين عشرة اتنين في عشرة بعشرين ويتبقى رقم واحد ده ده الرقم اللي باقي ده بيسموه اللي هو يقبل الرقم اللي بعد الرقم اللي يقبل الاسمة على العنصر التاني ده يعني لما كان عشرين الرقم اللي باقي ما فيش سفر لان عشرين تقبل الاسم على اتنين بالزبط وتطلع النتيجة مظبوطة يديني سفر بالشكل ده لكن واحد وعشرين هيديني واحد الواحد ده هي الزيادة طب لو اتنين وعشرين برضو هيرجع يديني سفر لان الاتنين وعشرين بتقبل الاسم على اتنين اتنين في احداشر باتنين وعشرين هيدي بالزبط الرقم اللي باقي طب تلاتة وعشرين ما تقبلش اقرب رقم للتلاتة وعشرين اقرب رقم يقبل الاسم على اتنين هو الاثنين وعشرين. فاثنين وعشرين على اتنين مزبوطة يتبقى لك واحد اللي هو الزيادة اللي هو ده. طب تعاونا نجيب رقم كبير او بدل رقم كبير. تعاونا نقول له اتناشر. وهنا نقول له اربعة. اتناشر يا جماعة بتقبل الاسم على الاربعة عادي. اتناشر على اربعة تلاتة هتديك تلاتة فهيديك سفر. هنا. فيش رقم زيادة. طب لو قلت له تلاتاشر رقم واحد بس زيادة. هياخد منهم الرقم اللي الاسم على الاربعة بالزبط. اللي هو اتناشر. اتناشر على اربعة بيسوي تلاتة. ويتبقى لك واحد. اللي هو الزيادة. اللي هو ده. طب اربعتاشر هيحسبه لك يطلع لك اتنين المرة دي. لان اتنين بيقرب اقرب رقم. يقبل الاسم على الاربعة اللي هو اتناشر. طب بعد الاتناشر ما يقسمها يتفضل كام من عندنا? من الاربعتاشر يتفضل اتنين. طب لو خليتها خمستاشر برضو متقبلش الاسم على اربعة هيطلع لك الرقم بقى تلاتة شايفين تلاتة طب 16 لا 16 تقبل 16 على 4 تديك 4 4 في 4 في 16 فمش هيتبقى لك حاجة هيجيب لك سفر لهو ده طبعا علامة الموديوريشن دي يا جماعة ممكن متستخدمهاش خالص لكن هي بسيطة وفكرتها بسيطة لكن ممكن في يوم الايام يعني ممكن تلاقي مشروع يحتاج ان انت تعملها او يحتاج ان انت تستعملها في مكان معين او توفر عليك عملية حسابية طويلة وتعملها لك هي بسهولة ممكن كل ده ممكن بس هي بسيطة وسهلة ويهمنا بس ان احنا نكون عارفينها من ضمن الحاجات الخاصة بالجابسكريبت والعمليات الحسابية طيب عندنا حاجة اسمها الانكريمنت والديكريمنت اللي هي الحاجة اللي بتزود والحاجة اللي بتنقص يعني ايه الكلام ده تعالوا نروح بقى الكونسول ونسيبنا من ده خالص ونروح هنا في الكونسول نكتب له فار ايه بيساوي واحد ده متغير عادي جدا او فار ايه بيساوي واحد وبعدين اقول له ايه بلاس بلاس واحد ايه بلاس بلاس اتنين شايفين كل مكتب ايه بلاس بلاس تلاتة بيعمل انكريمنت بيزود يا جماعة ده عامل زي الكاونتر بنشوف في مواقع كتير عدد زوار بتعامل مثلا بالبيتش بي بتعامل بالجايفا سكريبت اي عدد زوار من انت بتشوفه كل ما شخص يدخل يزيد واحد كل ما تدوس كليك يزيد واحد اللايك كل الحاجات اللي في الدنيا بتتعامل باللوب الخاص بالبرمجة وبتتعامل بالانكريمنت اللي هو بيزود لك الارقام بالشكل يون شايفينه ده اللي هو انا كل ما دوس كليك يزيد رقم بالشكل ده كل ما دوس كليك يزيد رقم بيتكتب ازاي يا جماعة الكلام ده بيتكتب انت بتكون عندك متغير. مسلا بيساوي سفر. او مسلا واحد. نبدأ على العدات بواحد. وهيجي يقول له مسلا. طبعا الاليرت طبعا هيعمل مرة واحدة. وكل ما اعمل هيعيد العملية مش هيكمل. لازم يكون حاجة فعالة في الصفحة. يعني تدوس عليها تكمل. زي ما انا عملت كده في كل ما يدوس يكمل. يعني كل ما يدوس يزود رقم. كل ما دوس يزود رقم. مهكزة. بس انا هنا بس وريت لكم الفكرة بتاعة الكاونتر بالتعامل ازاي? بالبلس بلس. والتانية اللي عكسها اللي هي علامة النقص. برضو هنكتبها في الكونسل ونشوفها. لو جيت قلت له مسلا بار ايه بيساوي مسلا مية. وهاجي يقول له هنا ايه ناقص ناقص. مية. بعدين ايه ناقص ناقص. تسعة وتسعين. شايفين? بينزل المراضي. مش بيزيد. طب حد يقول لي برضو اللي هو ده ممكن اعمل بي ايه? ممكن تعمل بي ان انت عندك منتجات. عندي الف منتج. كل ما شخص يشتري المنتج ينزل واحد. بقى تسعة وتسعين. اه او مسلا تسعمائة تسعة وتسعين. ينزل شوية كل ما الناس تشتريه مسلا بقى تلتمية. يجي الناس تشتريه متين تسعة وتسعين. الحد ما يوصل للسفر. تروحين ساعتها ما تديره بقى معادلة. او دلة ان او ما يوصل للسفر يطلع رسالة ان المنتج مسلا خلص. الانكريمينت والديكريمينت مهم جدا. ومن اللي هتستخدمها كتير جدا يمكن اكتر من حاجات الخاصة بالعمليات الحسابية. همينا بس ان احنا نكون عرفناه. الكونتر اغلب الاستخدام بتاعه بيستخدم مع الويل واللوب والفور والحاجات دي وهنشرحهم طبعا بالتفصيل المميل ان شاء الله في الكورس. بس المهم عندنا نعرف ان المتغير بيكتب بالشكل ده متغير عادي جدا. وعلشان اعمل موضوع الانكريمينت بحط اسم المتغير وبعدي بلاس بلاس او علامة النقص مرتين برضو عشان انزل بدل ما اطلع. وبردو هنستخدم ده كله في الفنكشن ان شاء الله لما نيجي نشرحها وبردو هنستخدمه في اليفنت وهنستخدمه في حاجات كتير. يعني ده بس الكعدة بتاعته ده الحاجة اللي هي تعرفه منها بس يعني ايه الانكريمينت والديكريمينت بس. وبكده نبقى نتكلمنا عن الابريتورز البسيطة البيزيك. في اوبريتورز تانية كتير جدا وهنستخدمها بس متقدمة شوية. يهمنا بس نعرف الاساس اللي هي الخاصة بالعمليات الحسابية والحاجات اللي قدامكم دي اللي هي القاعدة بس الخاصة بالابريتورز. في حاجات كتير تانية متقدمة ان شاء الله هنشرحها برضو بالتفصيل الممل. يا رب الدرس يا جماعة يكون بسيط وعجبكو. وان شاء الله هشوفكو في الدرس الجاي بازن الله. هنبدأ برضو ندخل في حاجات طويلة شوية. هي الفانكشن ودلة اف. برضو حاجات ممتعة ان شاء الله وهتعجبكو. واشوفكو ان شاء الله في الدرس الجاي. وشكرا.